الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ومع صورة النازعات من الآية الأولى إلى الآية الخامسة السؤال التدبري للآية الكريمة ما هي صفات الملائكة العجيبة؟ سيتبين لنا في ثنايا شرح الآية الكريمة إن شاء الله تبارك وتعالى صورة النازعات من مقاصدها التذكير بالله عز وجل واليوم الآخر التذكير بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر وهما من أركان الإيمان الستة الصورة فيها أهوال قيام الساعة وفيها قصة موسى وفرعون وفيها مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى أو من مظاهر قدرة الله عز وجل وفيها من أهوال يوم القيامة والآن مع شرح الآية الكريمة حتى نحفظ كلام الله تبارك وتعالى بفهمة يقول الله تبارك وتعالى والنازعات غرقاء هنا أقسم الله تبارك وتعالى بالملائكة التي تجذب أرواح الكفار بشدة وعنف يا رب سلم سلم والناشطات نشطة وأقسم الله تبارك وتعالى بالملائكة التي تستل أرواح المؤمنين بسهولة ويسر نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء ممن يعني تستل أرواحهم بسهولة ويسر أو تأتيهم ملائكة الرحمة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم والسابحات سبحة وهذا نوع آخر من الملائكة أو صفات جديدة من صفات الملائكة وهي الملائكة التي تسبح من السماء إلى الأرض بأمر الله تبارك وتعالى نحن نعلم أن هناك سباحة في الماء لكن هذه سباحة في الفضاء بأمر الله تبارك وتعالى ملائكة تسبح من السماء إلى الأرض بأمر الله تبارك وتعالى فالسابقات سبقاء وأقسم الله تبارك وتعالى بالملائكة التي تسبق بعضها في أداء أمر الله عز وجل أو تتسابق إذا تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى فالمذبرات أمراء وأقسم الله تبارك وتعالى بالملائكة التي تنفذ ما أمرهم الله تبارك وتعالى به من قضائه سبحانه جل وعلا مثل الملائكة الموكرين بأعمال العباد أقسم الله تبارك وتعالى بذلك كله ليبعثنهم للحساب والجزاء سبحانه جل وعلا والسؤال هل يجوز القسم بغير الله تبارك وتعالى لا يجوز للعباد القسم بغير الله عز وجل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك لكن الله تبارك وتعالى له أن يكسم بما شاء من مخلوقاتي فهنا أقسم الله تبارك وتعالى بخمس أنواع أو خمس صفات من صفات الملائكة وأقسم الله تبارك وتعالى بالأوقات مثل والفجر مثل الليل والنهار مثل العصر وهكذا من فوائد الإيئات الكريمة من فوائد الإيئات الكريمة أن نعلم صفات الملائكة وأن نؤمن بالملائكة ونعلم أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة من الرسول بما أنزل إليه مربيه والمؤمنون كلنا من بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآيات الكريمة والآن مع التجويد في الآيات والنازعات نون مشددة مع الغنى بمجدار حركتين ألف صغيرة فيها حكم مد طبيعي الألف الصغيرة بعد العين فيها مد طبيعي غرقاء فيها راء مشددة لأن الراء هنا ساكنة وجاءت بعض حرف مفتوح والإمام يقول ورقك الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت وهنا الراء جاءت بعض حرف مفتوح وتبعها حرف من حروف الاستعلاء وهو ألقاف حروف الاستعلاء المجموعة في جملة خلصة ضغط انقذ وأكتفي بما ذكرت من أحكام التجويد والآن مع تكرار الآيات الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقاء والنازعات غرقاء والنازعات غرقاء والنشطات نشطاء والسابحات سبحا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا والسابحات سبقا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا خلال المدبرات أمرا والنازعات غرقا والسابحات سبقا والسابحات سبقا فالمدبرات أمرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا